بالتأكيد هذا الوضع الذي تتكلم به هو جزء من عمل الحكومة وجزء من المتابعة المستمرة لحكومة سيد سودان خصوصا أنها أعلنت عن متابعتها لحالات الفساد وأيضا في نفس الوقت السراد المال الذي تم تهريبه خارج العراق ومن هذه الأمور التي تعلينها الحكومة أنا أتصور اليوم عندما أتكلم عن نشاطات أمريكية في الحرب الناعمة في حرب الاقتصادية ضد العراق أتصوره جزء من الضغط السياسي على الحكومة العراقية أنا لا أفهم كثيرا في مزال الاقتصاد بقدر ما أفهم أنه مثل هكذا أفعال اقتصادية سيد عدنا لكن سؤالي واضح لماذا لم تتحرك الجهات العراقية كمثال الموضوع لا يحتاج إلى أن تكون خبيرا في الاقتصاد الرؤية تقول بأنه لماذا لم تتحرك جهات في ملف مهم جدا الجهات متهمة فيه بالإرهاب وغسيل أموال أموال نتحدث عن أموال جانب مهم في الاقتصاد العراقي يعني أنا أجيك على الجواب بشكل عام حتى ننطل المبررات الأمريكية ودور الحكومة العراقية أنا أعرف سؤالك صحيح سيدان عزيز لكن أنا أجيك فضل مقدمة على الدور الأمريكي في هذه المسائل والموقف العراقي منه الموقف العراقي لا يتعامل مع النشاطات والضغوطات السياسية الموقف العراقي يتعامل مع الواقع الذي يعيشه اليوم إذا نتكلم عن قطط الحكومة أعتقد البنك المركزي والجهات المالية قامت بنشاطات كبيرة باللقاء بالبنك الاتحادي الفيدرالي وباللقاءات بالأسول الأمريكان وبالعديد من الاتفاقات في بحرين في القطر في أماكن أخرى ذهبوا وتناقشوا وأيضا اتفقوا على جملة من الأمور وأعتقد البنك المركز اتخذ إجراءات صارمة ومهمة أدت إلى نتائج جيدة في حفظ الدينار العراقي والبدأ بعمليات خفض سعره بشكل كامل العراق يتعامل بهذا الشكل بشكل عام ضمن خلايا اقتصادية يوم أمس كان هناك اجتماع مهم لهذا الموضوع أيضا وصلوا إلى حد التفتيش على الكي كارت وكيفية أعطاء العمولات وكيفية تهريب الأموال من الكي كارت أمور عديدة يعرفها لسيد داغر أخونا العزيز وهو خبير في هذا الشأن وأعتقد هو مساهة في العديد من هذه اللقاءات وكان يوم أمس لقاء مهم جدا وصل إلى حد أنه التفتيش على مسائل كي كارت وتهريب الأموال من خلالها فإذن الحكومة جادة في هذه المسألة هو أولا يحفظ المال العراقي لأنه مسألة تهريب الدولار وعمليات غسيل أموال يضر بالاقتصاد العراقي قبل أن يضر بالاقتصاديات الأخرى لكن أنا أقول لك عندما يريد العراق أن يتعامل معها هكذا فعل سياسي يتخذ من الاقتصاد كالحرب الناعمة للضغوطات على العراق العراق لا يتعامل معها بهذا الشكل الاقتصادي يتعامل معها بشكل سياسي العراق وخصوصا سيد الرئيس الوزراء في الآونة الأخيرة مارس ضغطا كبيرا على الوضع المحلي والوضع الخارجي والحمد لله أشكر اليوم كان هناك تراجع لكتائب حزب الله في مسألة تجميد نشاطات